احدث النجم اللبناني راغب علام الجدل في تصريحات إذاعية عندما قال في النجوم بخجل من وجودهم على الصحة الغنائية لكن قدروا بذكائهم يفرضوا نفسهم لا صوت ولا شكل لكن قدروا يصنعوا شيء من لا شيء ويعني مشاركتي في برنامج المواهب كشف راغب علامة أنه يفضل مشاركة الفنانة الإماراتي أحلام في لجنة التحكم ويستمتع بوقته معها إلا أن اختيارتها غير صحيحة وقال كل الحكام الذين شاركوا معي في برامج المواهب بيختاروا صح الأحلام بس بحب تكون معي بتسليني هي طيبة وبسؤاله عن مواصفات السوبرستار من وجهة نظري قال راغب علامة لو هعمل السوبرستار على مزاجها اختار صوت أمل ماهر وشخصية مجد الروميا وذكاء عمرو دياب وشكل هيفاء وهبي بسمش دلوقتي من عشر سنين وقال عن ملحم بركات مسكين كان نفسه ينجح بمصر ولكن ما نجحش وكان بحاربني لأني أغني باللاجة المصرية وحاول سحب الجنسي اللبناني يميني أنا ملك الرومانسية وليس وائل كفوري والتصريح مثل للجدل من راغب علامة عن سعد المجرد أحب سعد كفنان حياة الخاصة أمر مغير هناك دعوة قضائية ضده ممكن يكون مذنب أو بريء